آني آني أقول هاي شي إجراء يشوف إحنا يوميا تتشكل لجان وين كانت المحكمة الاتحادية ليش معترضت إحنا المحكمة الاتحادية وين كانت لما مجلس النواب ألغى مجالس المحافظات دستور العراق مبني على الحكم المحلي صح له لا لا مركزية مجالس المحافظات هي جزء مكون من نظام الدولة ألغيت ألغيت حول العراق إلى دولة مركزية بسيطة ومحل اعترف بينما هو يعني خرق دستوري يمس صلب النظام السياسي أنا أقول أنت تبقى كبير لما تترفع عن أن تتعامل مع الصغائر هذا الكم الهائل من القضايا اللي محكمة الاتحادية تنطي نفسها الحق بأن تدخل بها وبعدين يعني أنت تطلع قرار فلان شي دستوري أو غير دستوري انتهى البقية لازم يحلون الموضوع لكن تجي تقول أنه لازم مثلا قانون نفس ما لكردستان قول غير دستوري أنا أقول دستوري خليهم يقولون غير دستوري بعدين يجي يقول لازم يدخل في كيفية تسليم الحصة يدخل في كيفية تسليم الواردات عدنا قانون الإدارة المالية حتى ركز نقطين ذكرتها جنابك بالسياق ليس من اختصاصات المحكمة الاتحادية أن تنظر في هذه الشكوى أو هذه القضية بالأساس وتعتقد أيضا الدكتور عبد السلام بأن التوقيت له بعد سياسي فعلا المشكلة راح يتهموني أنه دا أتهم القضاء النزيه العادل أنا أقول أنطلق من منطلق نظري حتى لا تنلزم عليه كلمة المحكمة الاتحادية مثل هذه الإجراءات تدخل في صلب عمل مؤسسة أخرى في سلطة أخرى المسؤول عن هذه القضايا أكون الدستور موضح مبين هو مجلس النواب بعدين جاءت اللجان شكلت من هذه الشاكلة لكن بالذات هذا ينطل الإنسان الحق في أن يسأل ليش هسه ليش الآن لذلك يعني عرجت نعم عرجت لذلك يعني فكرة التوقيت أنت تعتقد بها السداف السياسي باختصار أسأل أسأل يعني شنو ما كان يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الأزمة السياسية قضية النفط مع كردستان خلاف معروض عليها من 2012 هي نفسها صدرت 2018 قرار قالت ما يمكن البد بيها لإشكاليات الغذاء في الوقت اللي يكون صراع وأكون ضغط على هذه الجهة وذلك الجهة تجي رأسا أنت تقرر بسهولة اتفاق